مرحبا بكم مشاهدين الكرام في فيديو جديد الاتحاد الكنبولي يقرر الاستئناف ضد قرار الكافي رفع الايقاف عن وليد الركراكي قرر الاتحاد الكنبولي لكرة القدم الاستئناف ضد قرار الكافي برفع الايقاف عن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي هذا القرار جاء بعد اتهامات بانحرافه عن النص خلال مواجهة المنتخبين في كأس أمم إفريقيا وأعلن الكاف يوم الأحد الماضي رفع الإيقاف عن الركراكي مما يعني أنه يحق له العودة إلى المنطقة الفنية خلال مواجهة جنوب إفريقيا في دور الثمن الجدير بالذكر أن الكاف أيد جزئيا الاستئناف المقدم من الاتحاد المغربي لكرة القدم ضد الإبقاء على تنفيذ الإيقاف لأربع مباريات مع وقف التنفيذ في مبارتين وتجنب مجلس الاستئناف في الكاف عقوبة الإيقاف للركراكي والقرامة المالية ولكنه أيد غرامة بقيمة عشرين ألف دولار على الاتحادين المغربي والكنغولي الديمقراطي بالإضافة إلى غرامة إضافية بقيمة عشر آلاف دولار على الاتحاد المغربي بسبب استخدام الجماهير القنابلة الدخانية رفع العقوبة تعليقات الاتحاد الكنغولي رد الاتحاد الكنغولي على رفع العقوبة كان بيانا يعلن فيه عن اعتراضه الشديد على الإلغاء مؤكدا نيته تقديم الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضية ويتساءل الاتحاد الكنغولي في بيانه عن مدى مسوغية هذا الإلغاء ويعتبره غير مبرر تماما اعترافات للركراكي والتصاعد في الجدل أكد بيان الاتحاد الكنغولي أن الريكراكي أدلى بما سماه اعترافات تفصيلية معتبرا أن مشاهد الاضطرابات لا تترك أي مجال للشك في خطأه وفي وقت سابق استنكر الاتحاد المغربي القرار بوصفه مجحفا مؤكدا على عدم قيام الريكراكي بأي تصرف يخل بروح اللعب النظيف وتبادل لريكراكي وشانسيل مابينبا قائد المنتخب الكنغولي الاتهامات بعد التعادل واحد لواحد بين المغرب والكنغو الديمقراطية واتهم مابينبا للريكراكي بالإهانة ورد لريكراكي بنفيه لهذه الاتهامات مشيرا إلى أن بعض الأمور التي قيلت بعد المباراة لم تكن صحيحة استمرارية الجدل وردود الفعل في مؤتمر صحفي أعرب لريكراكي عن أسفه لاستخدام مصطلحات عنصرية مؤكدا أنه سيدافع عن سمعته حتى النهاية وأضاف أنه تلقى تهديدات ورسائل عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي منا يعكس الوضع الحالي لكرة القدم الذي يفتقر إلى الروح الرياضية وتمكن المنتخب الكنغولي من التأهل إلى ربع نهائي بطولة الأمم الإفريقية بفضل فوزه بركلات الترجيح على مصر ثمانية لسبعة في ثم النهائي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل واحد لواحد وتباينت ردود الأفعال حول هذا التأهل ولكن الجدل حول القرارات والتصريحات يظل قائما إذا أعجبكم محتوى هذا الفيديو لا تدخلوا علينا بإعجاباتكم وتعليقاتكم المشجعة ولا تنسوا متابعة قناتنا لمزيد من الأخبار يمكنكم في أي وقت اقتراح مواضيع ترغبون مشاهدتها على القناة شكرا لكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله